ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نبيب البترول في المملكة العربية السعودية لكن المجتمعون حقيقة رسموا يعني كما يقال خارج الطريق لعالمنا الإسلامي أكثر من خمسين دولة إسلامية لديها القدرات العالم الإسلامي لديه قدرات أسكرية لديه قدرات تشارية لديه قدرات اقتصادية ولكن كيف يستخدم هذه القدرات لابد حقيقة من يعني تحليل لكثير من القضايا لاحظنا كيف أن نركز على أيران لأن أيران هي محور الشر هي الشر المستطير في المنطقة نجد وهذا يمكن الجبير عندما تحدث عن هذه النقطة وتحدث عن أن أيران تزرع الموليشيات تفجر السفارات أيران لا تتصرف كدولة نريد أن تنال الاحترام من جيرانها سيد نايف ربما القمة الخليجية والقمة العربية التي سبقت القمة الإسلامية بليلة ركزت على هذا الموضوع لكن ما جاء في البيانة الختامية للقمة الإسلامية في مكة ربما أضاف مزيدا من الأبعاد على بياني القمة الخليجية والقمة العربية فيما يتعلق بالنشاط الإيراني والسلوك الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة كيف رصدت أن تهدا المأمر وكيف يمكن للقمة الإسلامية من خلال بيانها أن تضيف مزيدا من الأبعاد على السلوك الإيراني الذي تم إدانته ورفضه بالاسم في بياني القمة الخليجية والقمة العربية نحن في الشرق الأوسط نتعامل مع رؤيتان رؤية سعودية خليجية مستميرة وعربية وإسلامية وأخرى إيرانية ظلمية رؤية إيران لديه رؤية ظلمية النظام الآن يواصل أولا دعم الإرهاب عندها أكثر من 60 ميليشيا وأنه هناك الكل يدرك بأن طهران أكبر راعية للإرهاب في العالم النقطة الأخرى المملكة دائما وحلفاءها طبعا وكذلك مع دول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم بشكل عام تؤكد على أن إيران دائما تعمل خلال ما تظهرها حيانا حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكن يجب أن نعرف أن إيران ليس الدولة الطبيعية بالمفهوم المتعارف عليه للدول ولا يغرنا نسمع أن هناك لديها يتحدثون لديهم جناح يسمى معتدل وكذلك نجد أن النظام الإيراني لا يعترف بالمواثيق والعهود الدولية لا يعترف بالحدود السياتية التي بينه وبين الدول الأخرى فذلك نجد يعني العبثية التي نجدها الآن يعني نتصور أن هناك مبادئ وقواعد ونظام وكانون دولي ونظام حسن جوار وأنظمة كثيرة وكذلك تسامح إسلامي وديني هذا ما هو موجود عند إيران مشروع إيران يهدف إلى أسقاط الدول العربية الواحدة والأخرى وهو يقول نعم نحن أسقطنا أربع دول عربية بما فيها دول الكثيرة تمدها بالإسلاء بالسلاح تمدها بالمنظمات الإرهابية لذلك أيما دولة سواء من دولنا العربية أو دولنا الإسلامية أو العالم بشكل عام تعتقد أنها تتعامل مع إيران بالأعراف الدولية والتقاليد المتعارف عليها فإنها مخطئة وشرعا الحقيقة ما تنكشف هذه الأمور والمملكة ويمكن مملكة البحرين كذلك والمملكة العربية السعودية كشفت ذلك بأنها تضررت إعلم من الداخل يعني الجماعات الإرهابية الموجودة مثلا في البحرين أو في المملكة العربية السعودية تأكد للجميع أنها هي من زودتها بالأسلح هي من زودتها بالإرهابيين هي من خططت وضعت القطط الإرهابية المدمرة دائما نجد إيران عندها تقريبا أربع جهات تنفذ سمومها من خلالها نجدها تنفذ سمومها من خلال الجامعات من خلال الإعلام واليوم ذكروا التواصل الاجتماعي لأول مرة يذكر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك المنظمات الخيرية إيران تعمل حقيقة على تدمير دولنا العربية تدمير دولنا الإسلامية تعمل حقيقة على المزايدة وتشتري حتى بالقضية الفلسطينية التي أكد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير وكذلك الأقادة دول العالم الإسلام إن فلسطين هي قضيتنا الأولى يعني يجابد أن حقيقة نقاتل حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي نايف الحربي كل شكرا لك